ما أنزلنا عليك القرآن لتشقي إلا تذكرة لمن يخشي تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلي الرحمن على العرش استوي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثري وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر ويخفي الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسن وهل أتيك حديث موسي إذ رئي نارا فقال لأهلهم كسو إني آنست نارا لعلي آتيكم لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدي فلما أتيها نود يا موسي إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس قوي وأن اخترناك فاستمع لما يوحي إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آقية أكاد أخفيها لتجزي كل نفس بما تسعي فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردي وما تلك بيمينك يا موسي قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخر قال ألقها يا موسي فألقيها فإذا هي حية تسعي قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة هلول واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغي قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلو العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسي وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرْوَةً أُخْرِي إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوْحِي أني قذفيه في الثابوت فقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسي واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغي فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشي قالا ربنا إننا نخاف أن يفرق علينا أو أن يطغي قال لا تخافا إنني معكما أسمع واري فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبه قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولي قال فمن ربكما يا موسي قال ربنا الذي أعطي كل شيء إن خلقه ثم هدي قال فما بال القرون لولي قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسي الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء إما أن فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى قلوا وارعوا وانعامكم إن في ذلك لآيات لأولي نهي منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة نخرج ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبي قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسي فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوي قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحي فتولي فرعون فجمع كيده ثم أتي قال لهم موسي ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خيب من افتري فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوي قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثل فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلي قالوا يا موسي إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقي قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعي فأوجس في نفسي خيفة موسي قلنا لا تخف إنك أنت لعلي وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد سحر ولا يفلح الساحر حيث أتي فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسي قال أآمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقي قالوا لن نؤثرك على ما جئ أنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أن تقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إننا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقي إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيي ومن يأتي مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلي جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكي ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرب عبادي فأضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخف دركا ولا تخشي فأدفعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدي يا بني إسرائيل إنه لقد أنجيتكم من عدوكم ووعدتكم جانب الطور أيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقتكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوي وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدي وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولاء على أثري وعجلت إليك رب لترضي قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم بي وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري قال يا ابن أم لا تأخذ بنحيتي ولا براسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق بقولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم تبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أصفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زغطا يتخافتون بينهم إلا بيتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إلا بيتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا تري فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خيب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه وقل ربي زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبي فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقي إن لك ألا تجوع فيها ولا تعري وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحي فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدنك على شجرة الخلد وملك لا يبلي فأكلا منها فبدت لهما سوا آتوا ما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصي آدم ربه فغوي ثم اجتبيه ربه فتاب عليه وهدي قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسي وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب آخرة أشد وأبقي أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهي ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمي فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضي ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقي وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوي وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم يأتيهم بينة ما في الصحف لولي ولو أننا أهلكناهم بعذاب من قبلي لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزي قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الزراط السوي ومن اهتدي